رونالدو مهدد بالإيقاف مباراتين وفقاً لنص اللائحة كريستيانو رونالدو يبعث رسالة خاصة إلى جماهير النصر السعودي السلام عليكم لطفاً قبل أن يتم البدء لا تنسوا الصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك وأشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات رونالدو مهدد بالإيقاف مباراتين وفقاً لنص اللائحة يواجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر عقوبة قاسية السعودي لكرة القدم بعد واقعة الديربي المثيرة ضد مدافع الهلال علي البليهي وتلقى رونالدو البطاقة الحمراء المباشرة في ديربي الرياض خلال نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي في أبوظبيا الإماراتية بعد تعديه بالضرب على مدافع الهلال علي البليهي خلال أحداث الشوط الثاني كريستيانو رونالدو يبعث رسالة خاصة إلى جماهير النصر السعودي بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي رسالة خاصة إلى جماهير فريقه قبل استقبال نادي الفيحاء الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من دور روشن السعودي لكرة القدم ونشر رونالدو البالغة من العمر تسين وثلاثين عاماً صورة خاصة أثناء مشاركته في تدريبات النصر السعودي تحضيراً لمواجهة الفيحاء معلقاً عليها بالقول العودة إلى العمل على الرغم من عدم وضوح فرصه في اللاعب باللقاء حيث يبدو مهدداً بالإيقاف بعد طرده أمام الهلال كشف التقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء عن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي أصبح مهدداً بالإيقاف لمباراتين وتغريمه مادياً بعد طرده في ديربي الرياض أمام الهلال ووفقاً لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية فقد رفع الحكم محمد الهويش تقريره عن مباراة فريق الهلال ونظيره النصر ضمن نصف نهائي كأس الدراعية للسوبر السعودي فور انتهائها ودون فيه ارتكاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأصفر سلوكاً مشيناً بعد استخدامه الكوع بقوة مفرطة لضرب علي البليهي مدافع الهلال وتعاقب لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللاعب مرتكب السلوك المشين بالإيقاف مبارتين ودفع غرامة قدرها عشرين ألف ريال وأشهر الهويش في الدقيقة ستة وثنائين من المباراة البطاقة الحمراء المباشرة لللاعب النصر كريستيانو رونالدو الذي بدى معترضاً على القرار قبل أن يغادر أرضية ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي عاصمة الإمارات رونالدو يثير الجدل مجدداً في السعودية بعد ضربه البليهي أثار قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل مجدداً في السعودية بعدما طرد في مباراة فريقه يوم الاثنين أمام الهلال في كأس السوبر السعودي بعد اشتباكه مع مدافع الهلال علي البليهي وضربه بالمرفق على صدره وسبق لرونالدو أن تعرض لعقوبة إيقاف عن اللعب وتغريمه مبلغاً مالياً بعدما احتفل بإشارة مسيئة تجاه جماهير فريق الشباب فضلاً عن قيامه بحركة وصفت بغير اللائقة بوشاح لنادي الهلال خلال مباراة سابقة وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرةً في وجه كريستيانو رونالدو في الدقيقة سموى ثمانين إثر تعديه دون كرة على مدافع الهلال علي البليهي على خط التماس خلال الدقائق الأخيرة من المباراة أثناء تقدم الهلال اثنين فنسر في أبوظبي الهلال التاريخي يحقق أول ألقابه هذا الموسم واصل نادي الهلال السعودي مسيرته التاريخية في الموسم الجاري وأضاف لقب كأس السوبر السعودي إلى خزينته مساء الخميس وحقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي بانتصاره على الاتحاد جدة في المباراة النهائية بنتيجة أربع وحيهند وسجل للهلال نجميه البرازيلي مالكوم والسعودي سالم الدسري هدفين بمهارة عالية في الشوط الأول بينما سجل للاتحاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد بعد أن عادت ركلة جزائي صدها ياسين بونو لقدميه ليضعها في الشباك وعاد الهلال كان قبل ثلاث سنوات حين تغلب عليه بنتيجة إثنية سفر في الدور السعودي في أبريل 2021 كذلك عزز فريق المدرب جوزي جيسوس رقمه القياسي كصاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بالوصول إلى الفوز رقم 34 على التوالي في كل المسابقات أكتفي باستلام النتيجة نيمار يحتفل بتتويج الهلال بكأس السوبر السعودي أكتفي للبرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي بالتتويج بكأس السوبر السعودي عقب الفوز مساء أمس لاتحاد جدة بنتيجة أربع واحد ولم يشارك نيمار في المباراة بسبب الإصابة وحضر اللقاء من المدرجات وحرص على النزول إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين ونشر نيمار مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع إكس يمازح فيه المتابعين وقال الأمر مثل ما كان عليه في المدرسة حيث يقول الزملاء بكل العمل وأكتفي باستلام النتيجة في أبوظبي الهلال التاريخي يحقق أول ألقابه هذا الموسم واصل نادي الهلال السعودي مسيرته التاريخية في الموسم الجاري وأضاف لقب كأس السوبر السعودي إلى خزينته مساء الخميس وحقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي وأقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي بانتصاره على الاتحاد حدة في المباراة النهائية بنتيجة 4.1 بعد تصريحاته الجدلية ماذا قدم كريم بن زيمة في مباراة الهلال والاتحاد؟ أرسل نجم الاتحاد كريم بن زيمة رسالة خاصة إلى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعية في أول أيام عيد الفطر المبارك ويتواجد المهاجم الفرنسي مع بعثة ناديه في أبوظبي لخوض غمار منافسات السوبر السعودي إذ ساهم في انتصار ناديه على الوحدة 2.1 بنصف النهائي 2 الماضي ونشر بن زيمة رسالة عبر حسابه على X بعث فيها التهاني باللغة العربية والفرنسية بمناسبة عيد الفطر وقال السلام عليكم عيد مبارك للجميع تقبل الله منا ومنكم أكد الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم اتحاد جدة أنه يتمنى مواصلة المسيرة مع فريقه الحالي مشيرا إلى أنه عندما يقول شيئا ينفذه وسجل بن زيمة هدفا وأضاف زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله ثانيا ليتأهل الاتحاد على حساب الوحدة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي يوم الاثنين بنتيجة اثني وحجعا وقال بن زيمة بعد المباراة أعلم أنكم تريدون معرفة ما قلته قبل المباراة لكن أريد أن أخبركم شيئا فأنا عندما أقول شيئا أنفذه وما فعلته كان جيدا لي وللنادي الذي أتمنى أن أواصل مسيرتي معه تصريحات نيمار جونيورز عن الرحيل عن الهلال السعودي بعد مباراة الاتحاد يغيب البرازيلي نيمار عن المشاركة رفقة فريق الهلال السعودي خلال الفترة الحالية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وبحسب ما أكدته صحيفة سبورت أن نادي سانتوس البرازيلي الذي هبط لدور الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه يعاني من ديون وصلت قيمتها إلى 130 مليون يورو وأشارت الصحيفة إلى البرازيلي نيمار يرحب بإنقاذ نادي طفولته ودفع ديون النادي كاملة بل وأنه يريد أيضا شراء النادي خلال الفترة المقبلة والآن أعزاء المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة في التعليقات هل قرر كريستيانو رونالدو الرحيل عن الدور السعودي؟ لا تنسوا أن تشاركوا في التعلقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل تقديم الدعم وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات حتى يصلكم كل جديد أول بأول وقبل أن ننهي الفيديو لا تنسوا الصلاة على النبي